كتاب عمارة الفقراء تمهيد دكتور وليام ريه بولك رئيس معهد ادلي استيفنسون الشئونج الدولية اقرأوا عليكم عمر سليم هناك بليون فرض على الاقل سوف يموتون مبكرا ويعيشون حياة موقوفة النمو بسبب الاسكان الشائح غير الصحي وغير الاقتصادي وهذه المشكلة لو اقتحمت بالطرق التقليدية فانها استبدوا بلا حل ممكن او قد قدمت لجنة بيريسون دراسة للبنك الدولي تمدنا ببيانات توين انه حتى لو حدث ما هو غير محتمل فاعطى اغنياء العالم واحد في المية من دخلهم للمساعدة على النهوض بفقراء العالم فسوف يظل ما يقرب من سلس سكان العالم وهم يعيشون في مستويات من الفقر الطاحن وربما استمر سلس سكان العالم حتى انهاية هذا القرن بحيث لا يكسبون في العام الا اقل من الاجر الاسبوعي العامل المصنع في امريكا حاليا ورأس المال المطلوب توظيفه لتوفير ادنى حد من الاسكان لعائلة فقيرة في الولايات المتحدة هو في حدود 20 الف دولار وبكلمات اخرى فانه حتى يحصل الانسان على مأوى يسكنه فانه يستهلك لذلك معظم حصيل السنوات حياته العملية المنتجة وزيل ارقام على دقتها فان فيها بعض ما يضلل فتكاليف الاسكان يجب ان تقسم على عناصره المكونة له وهي فيما اقترح عناصر ثلاثة اقتصادية واجتماعية وجمالية وهي على علاقة وثقة معنا الا ان كل منها يستحق اهتماما مفردة وقد تعلمنا ان نؤمن ان الاقتصاد العالمي ينقسم الى جزئين هما الدول الغنية والدول الفقيرة وهذا التقسيم يتم التعبير عن جزء كبير منه بالمفارقة الموجودة بين العملة الصعبة والعملة السهلة فالعملة الصعبة هي التي تسيطر على التكنولوجيا المتقدمة وبذلك فانها هدف مرجوب لكل الناس اما العملة السهلة فتنتجها الدول الفقيرة ذات المنتجات التي لا يتلهف الاخرون جد التلهف على طلبها وحتى عندما يتوح لأحد البلاد وفرة من العملات السهلة فانه غالبا لا يستطيع الحصول على ذلك الخدمات والسلع التي يحتاجها احتياجا شديدة او يطلبها طلبا ملحا على ان سمت قسما فرعيا اخر الاقتصاد هو عن الفقراء الذين في داخل كل بلد فسلس سكان العالم على الاقل يعيشون تحت مستوى اي اقتصاد يحسب بالنقود ومن منظورهم فانه ليس يسوا فارج بسيط بين العملة الصعبة والسهلة يكاد يكون الامر ان اي شيء لا يستطيعون اكسبه بعملهم هم انفسهم من البيئة التي تجاره مباشرة لو شيء لن يستطيعون اكسبه ابدا ومتوسط دخل اولئي الناس في اجزاء كثيرة من العالم قد يتدنى لما يصل الى سلس المتوسط القومي القليل في البلاد الفقيرة ذلك المتوسط الذي تصير كلته الرسائق من قبل وفي كرة اسيا يبلغ الدخل السنوي للفرد قدرا من الصغر يكاد يصبح احصائيا بلا مغزة فهو قريب اشد الكرب من حد الابقاء على الحياة بل وهبط احيانا لا اقل من ذلك وبلغة الاسكان فان هذا يعني ان الحديد الصلبة اللازم لانشاء المباني واذا بند مستورد عادة من مناطق العملة الصعبة لا يكاد هو وحده طرفا مستحيلة بل هناك ايضا منتجات الصناعة الحضرية او منتجات المناطق الاخرى في نفس الكتر اي الاسمنت والخشب والزجاج كلها تكاد تكون بدورها غير اقصادية وغير عملية واذا دفعت الضرورة لاستخدام هذه المواد فالنغلوسة منها ستتظلب وجوبا الشحة في استخدامها فيكون لهذا تأثيره المعاوج في الاسكان وكذا فان المشاريع التي تنشئها الحكومات كثيرا ما تكون مشابهة لصفوف منتظمة ومنعشش دجاج اسمنتية والقرة التقليدية رغم حالتها من عدم الانتظام والقصارة والازدحام التي تجعل الملاحظة الخارجية لا يكاد يرى فيها سوى الفوضى الى انها غالبا تعبر تعبيرات مرهفة حساسة عن النظام الاجتماعي فروابط القرابة هي وحواجز العدوة كثيرا ما يتم التعبير عنها جغرافيا وانشائيا ومهما كانت درجة سوء الاسكان فيزيائيا الى ان القروية لا يستمد من نمطه بعض الراحة بل وبعض المعنى وهذه القضية ليست غريبة حتى عن حضارة جعلت جد متجنسة مثل حضارتنا وانناخذ كمثل حالة المجتمع الامريكي الاسود ان خبرته التاريخية الغالبة هي خبرة من اقتلاع الجزور فهلاء الافريكيون اقتلعت جذورهم من مجتمعاتهم القبالية ليتم بايعهم في معازل الرقيق بغرب افريكيا وكثيرا ما كانوا يخلطون معا عن عمد وقتها او فيما بعدها بحيث يتم تقويض تمسكهم القبالية بل ان العبيد كانوا من حيث اللغة يجدون مشقة في الاتصال احدهم بالاخر بنفس مشقة اتصالهم بسداتهم البيض الجدد وبالطبع فان هذا يمنع اي مكان للتمرد وبالاضافة الى هذه العناصر ذات تأثير الحسم كانت هناك ايضا معايير السوق فكثيرا ما كان الاطفال والامهات يفصلون احدهم عن الاخر بحيث ان اي مجتمع كان موجودا اصلا يتم تفتيته الى زرات وهي ما كانت ضالت ما تم الوصول اليه من الاستقرار قبل الحرب الاهلية فان هذا قد تبدد ثانيا بالتحرير حتى وان كان ذلك تغييرا الاحسن واقتلاع جذور المجتمع الاسود الامريكي ابدى فعاليته في مدن الاكواخ وفي الفقر وانعدام المهارات على ان الافراد السودة من البشر انما هم حيوانات اجتماعية مثل الافراد البيض والصمرات صفر وكذا فانهم ظلوا يمدون ايديهم في محاولة لتلمس جيرانهم ولعادة تأكيد على دافعين السيين عند كل الجنس البشرية هما نزعة الانتماء للمكان والمجتمع ثم لابس الاضطراب انحل مجددا اذ اطاح كساد السلام بما سبق ان اتاحوا اقتصاد الحرب من فرص فسبب ذلك هجرات جماعية الى المدن الكبرى شمال ولم تكن الهجرة تحدث من نقطة الى نقطة ولكن كانت بالحرية هجرة من سلسلة من نقطة توقفت توقف مؤقتة للوصول الاخرى والكثير من الاحياء الفقيرة السوداء في مدن امريكا كانت اصلا مجرد محطات للطريق حيث يتوقف المهاجرون للراحة ولمحاولة كسب رأس مال لمواصلة المرحلة التالية والوصول الى الانتقال الذهنية من الجنوب الريفي الى الشمال الحضرائي على انه في كل مرحلة من هذه المراحل كان دافعي الانتماء المكاني والمجتمع يؤكدان نفسيهما فالعائلات حتى وقد اكتاحها عدم الاستقرار حتى وهي بلا أب تحاول تأكيد علاقة الجيرة ورغم ان هذه العلاقة كان الاحساس بها ضعيفا وكان نموها دائما مقلقلا الى ان مظاهرة كانت غالبا لا تحوز قبولا عند وليك الذين هم اقصر غناء السوداء كانوا انبيدا وقد ادى النظر الى هذه الظروف بنظرة من خارجها الى ان حاول ايناس لبراليون شرفاء زودوافع طيبة ان يمدوا يدهم بالعون وكان احد الجانب الرئاسية من هذا العون هو التجديد الحضاري الى اسكان اي اقامة اسكان افضل مؤسس على نوط تجريدي يأتي من الخارج وفكرة ذلك منبسطة نسبيا هي ان الاحياء الفقيرة اسكان سيء والحل هو هدم هذا الاسكان السيء وبناء اسكان حضاري اجود وقد يعترض البعض وقد يعترض المرأة على الكثير من زوار هذا التجديد الحضاري فبمثابة منجم ذهب للمقاولين على انه مهمة تفايل المعماريين كما ان تكلفته جد مرتفعة لمنهم جد فقراء الا ان هذه مجرد قضايا على السطح اذا نظرنا اليها بالمقرنة للسمن الحقيقي لهذا التجديد الحضاري ذلك انه بمثابة اقتلاع الجزور من جديد لمجتمعات تعد جزورها من قبل معطوبة انسيات التغذية وما كانت الروابط اصلا ضعيفة بين الجيران الى ان لها وجودها على ان هذه العملية ستمزق هذه الروابط اربا وتجبر الافراد على ان يبدأوا كل شيء من جديد في بيئة هي جديدة عليهم واجنبيها حتى وان كانت بيئة افضل فيزيائيا ولكن هل هذه البيئة افضل اجتماعيا ان هذه المنشآت المرتفعة من المساكن ان يطلق عليها اسم الاحياء الفقيرة الرأسية واكثرها حتى ما يكون منها جديدا هو بتأكيد جدير بهذا التوصيف فالسكان اذا انقصهم الاحساس بهوية الانتماء للمكان ولا تحكمهم روابط الجيرة اتبعون امواطا سلوكية لعلها مما قد نراها عند السديات العليا وهي في حالة يأس فهم يلوثون مأواهم سرعان ما تفقد المباني اناقتها وتزيد احصائيات الجرائم زيادة مروعة وتجلى احساس بالله مبالاة والغضب الكئيم هو بمثابة الطابع الدامخ الكسور في النمو ولعل من الحقيقي بل اعتقد انه من الحقيقي انه كلما كان الافراد في المجتمعات اضعف افكار فانهم لابد يزيدون الاتصاق بالرغام وسواء كان هذا حقا ام لم يكن فمن الواضح ومن المؤكد ان الناس ينبغي ان يعبروا عن علاقاتهم احدهم بالاخر واذا اعترد سبيل تعبيرهم هذا بكل الطرق فانهم سيفعلون ذلك من خلال خلق عصابات الشوارع واذا اعترد سبيل هذا التعبير بالكلية فانهم سيستسلمون اليأس وهذا هو اللب من الحياة الفقيرة ومن ما يصير الشتسخرية ان انقى شكل يظهر في ذلك قد لا يكون في القرية الاسيوية التي تمتد عشوائية وانما هو مشروع التجديد الحضرية الحديث والعنصر الرئيسي الثالث في مشاكل اسكان هو العنصر الجمالي والواقعيون ذو الرؤوس المتحجرة قد يجادلون بان الاعتبارات الجمالية انما هي تزيد فالجمال او الكبح كليهما لا يكاد يكون له اهمية عند النظر الامور من منظور الشروط الصحية والتكلفة ومساحة الاقدام المربع الخالصة لكل فرد والامر المهم هو توقي البرد والمطر ويتمام ذلك بتكلفة يمكننا ان نتحملها اما فلسفيا فان المرء ان يجادل بان البشر يحتاجون الى الجمال مثل ما يحتاجون الى الحرية وعلى اي حال فمن المؤكد ان الهدف الصحيح لأفراد الجنس البشري ليس مجرد ان يجدوا او مجرد ان يزو هم يسلكون طريقهم من الرحم الى القبر لقد دوامنا زمنا طويلا على ان نسكت من حسابنا الوجدانيات التي من هذا النوع الى ان البرهين تزايد على اهميتها فنحن نعرف ان الاصفال الذين يحرمونا من البيئة الشائقة بصريا في سنواتهم البكرة لا يتنمو عقولهم وقد برمجت البرمجة الصحيحة اللازمة للتعامل مع الكثير من مشاكل الندوك وقد رأينا عشرات من الامثلة في مختلف انحاء العالم حيث يفشل توفير كل المعدات المادية للتنمية في ان يشعل شرارة العقل وبالتالي فان هذا الفشل يكون فشلا كليا والحقيقة كما تعلمناها بصورة مؤلمة من خلال انفاق تريليون دولار في الفترة منذ الحرب العالمية الثانية هي ان التنمية لا تتم الا في عقول البشر وقلوبهم وإلا فانها لا تحدث أبدا فالاسكان والطرق والجسور والسدود كلها شروط ضرورية للتنمية ولكنها وحدها لاستكافية فالتنمية تكون مستحيلة دون عاون من الزيت على ان الناس الذين تكون بيئتهم شائحة قاحلة يصبحون عرضة لان يكونوا غير منتجين وبلا روح ولاست هذيب مجرد تأملات في كسل لمحب الفعل الخير فاي مدير لمصنع يعرف صدقها والعمال الذين يعملون في بيئة جذابة والضاءة ينتجين أكثر من العمال الذين يعملون في بيئة قبيحة كئيبة وروح الإنسان اللي هي أنفس مغاردنا وبيئة هذه الروح اللي هي أكبر تحدي لنا ومن المؤكد أن هذه المشاكل المروعة اللي لم تكون صاحقة تلك الاعتبارات الاقتصادية المعقدة وتلك الحساسية بالنسبة لإحتياجات الإنسان الاجتماعية والعمل على تغذية الروح البشرية هل يمكن حل ذلك حل المرضية؟ ما من شك أنه لا يوجد حل نهائي ولكن الطريق قد ينيره لنا بعض من يعرض من رجال زوية عبقرية وحسية وهدف إخلاقي عميق والكتاب التالي هو من أر ناصع قوي الصراع مع مشاكل فقر الطاحن فقر بمستوى لا يكاد يتذكره أي أمريكي على قيد الحياة ويخوض الصراع مع البيورقراطيين فقد الإحساس ومع الناس مفعمين بشك ومع الناس كأيبين بلا مهارات فإنه كذا قد ولد لا الإجابة في حسب بل ولد أيضا الإلهام فالحل الذي يطرح له أمميته على نطاق العالم كله وفكره وخبراته وروحه فيها ما يشكل مصدر إلهام أساسية على النطاق الدولي وما اقترحه الدكتور فتحي هو شكل جديد من المشاركة أما ما ينبغي أن يسميه الفقراء في هذه المشاركة فهو بالضرورة عملهم كما أنه في كثير من أنحاء العالم لديهم إمكانية أن يحوزوا بلا تكلفة جوهرية على مادة البناء الوحيدة المتاحة هكذا وهي الطربة التي من تحت أقدامهم وبهذين الشيئين العمل والطربة يمكنهم أن ينجزوا كثير على أن هناك مشاكل تقنية ومشاكل أخرى لا يستطيعون حلها بأنفسهم أو هي عرضة لأن يتم حلها بطرق مكلفة أو قبيحة أو غير سليمة وهنا فإن المهندس المعماري يستطيع أن يكون بإسهام رئيسي وما يبينه الدكتور فتحي لنا هو أن المهندس المعماري يمكن أن يكون هو المرشد لما يكون أساسا مشروعا يعتمد على الذات أو يعتمد على العون الذاتي والمهندس المعماري باستخدام مهارات التكنية يستطيع أن يساعد الناس للوصول إلى حل رخيص لحل مشكلة التسكيف وهذه أصعب مشكلة في البناء وهي عادة تخلق طلبا لمواد بناء من خارج القرية وبالتالي فيها مواد غالية وقد أدت محاولة حل مشكلة التسكيف في مناطق كثيرة إلى خلق أسكف سكيلة ومرهقة إلى حد هائل وهي كثيرة ما تنهار من الزلازل أو بعض الأمطار الغزيرة ومثل هذه الأسكف كانت عموما مسؤولة عن الوفيات المرعبة التي حدثت في تركيا وإيران في الزلازل العنيفة وهناك حل موجود ويبين الدكتور فتحي في هذا الكتاب ما هو هذا الحل وكيف يمكن تعلمونه سريعا وهناك قضايا أخرى تؤثر في الصحة والتصال والخصصية وغير ذلك من الشؤون التي تهم الأسرة وفي كل هذه الشؤون فإن المهندس المعمارية يستطيع مساعدة الناس للوصول إلى أهدافهم بواسطة مجهوداتهم هم أنفسهم بأحسن وأرخص مما يستطيعون دون مساعدته لهم وحتى في أمور بسيطة مثل الحصول على التربة التي يصنع منها الطوب اللابن قد ينتج بشيء من التخطيط خلق موارد اقتصادي لمجتمع القرية هو بركة تربى فيها الأسماك وكل هذا يتطلب تعاون وبدون مساهمة المهندس المعماري تكون المبينة قبيحة غير سليمة أو غالية وبدون تعاون الناس فإن المشروع يصبح عكيما وغير محبوب فلا يرعونه وهم يكسر السخرية أن موظم الإسكان الجماهيري في العالم الآن يتم دون تعاون لا من من الهندس المعماري ولا من الناس فهو إسكان بكرار بيروقراطي يقوم المقاولون ببنائه سواء كان الإسكان يمتد أفقيا أو رأسيا فإنه غالبا يصبح في التو حيا من الأحياء الفقيرة ولعل ما انتهت السخرية في عصرنا كما يذكرنا الدكتور فتحي أن ينتج هذا الشكل من الكبح مكلف أكثر تكلفة وأننا في النهاية سوف ندفع للإسكان الأفضل الأجمل لأننا بساطة لنستطيع تحمل سمن أي نوع آخر من الإسكان أن الدكتور فتحي تكسيدا للمبدأ الذي يؤذره معهد إدلاي ستيفنسون هو تحت الفرصة للرجل له رؤيته والتزام من أجل أن يدخل في سراع مع مشكلة اجتماعية هائلة وأنك الكثير مما يمكن أن نتعلمه من ذلك حتى عند الفشل وسمة جوانب من هذا في عمل الدكتور فتحي على أن هناك أمرا واحدا واضحا أنه حتى في عالم السرعة والكتل والتجليد ما من بديل عن الفرض الموهوب الذي يبذل من اهتمامه ترجمة نانسي قنقر